بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد حيث أكد وزير الداخلية في برقيته أن تاريخ السادس من أكتوبر قد استقر في ضمير الأمة وفي وجدانها وصار رمزا متجددا لبطولات القوات المسلحة التي خاضت وما زالت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والنماء كما أكد وزير الداخلية أن طاقات العمل والفداء تتجدد مع كل ذكريات أيام المجد الخالدة لتجتاز مصر كل التحديات والصعوبات وتنطلق للمزيد من التنمية والازدهار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول عبدالمجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وبرقية تهنئة مماثلة للفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ترجمة نانسي قنقر